لمناقشة هذا الملف نرحب بضيفينا أولا من دمشق الخبير العسكري والاستراتيجي العميد علي مقصود أهلا بك ورحب أيضا من اسطنبول بالكاتب والباحث السياسي مهند حافظ أغلو أهلا بكما أبدأ معك أولا هذا الحوار سيد علي مقصود بهذا القصف على هذا المعسكر التابع لفيلق الشام الموالد التركية هل تكون حالة ستاتيكو أو ما يسمى بحالة ستاتيكو في إدلب والتي استمرت لأشهر هل تكون قد انتهت الآن نعم لا شك بأن ما حصل من استهداف لهذا المعسكر الذي يقع في جبل الدويلة وكانت تتواجد فيه كتيبة دفاع جوي للجيش العربي السوري فمنذ سمانية أعوام نفس الفصيل فيلق الشام الإرهابي طوق هذا المعسكر ومنع الطعام والماء لمدة أسابيع المقاتلين ومن ثم تحت جنح الضباب والظلام تسللوا إلى داخل المعسكر وارتكبوا جريمة وزبحوا بعض المقاتلين أنا أقول بأن الاستهداف الذي يأتي بعد أن استهدفت أيضا صهاريج سرقة النفط السوري في منطقة كوسة في الزاوية الشمالية أو الريف الشمالي لمدينة حلب ودمرت هذه الصهاريج مع مستودعات للزخائر والوقود والحراقات فتأتي هذه الضربة استكمالا أيضا لاستهداف المجموعات الإرهابية بعد زيارة الوفد الروسي إلى تركيا ولم يتم التوصل إلى اتفاق على أن تخلي تركيا مواقعها داخل مدينة إدلب وفقا لما نصت عليه اتفاقية موسكو ولذلك عندما بدأت تركيا تماطل وتسوف ومنذ سلاسة أيام أخلت نقطة المراقبة في مورك لكي تتظاهر بأنها بدأت بتنفيذ وعودها ولكن بدأت بإدخال قوات لوجستية إلى محيط جبل الزاوية لكي تمنع تقدم الجيش العربي السوري علما أن الروسي عندما وافقت تركي على وقف العملية العسكرية المقرر التي كان قد قرر تنفيذها من الجيش العربي السوري توقفت بناء على طلب تركي وبأن تخلي هذه النقاط في ريف حماه الشمال الغربي بورك ومعرح طاق طيب اسمح لي سيد علي مقصود بما أنك تحدثت عن أن هناك مماطلة تركية دعني أذهب إلى سيد مهند حافظ أغلو من الواضح بأن روسيا أخذت زمام المبادرة بعدما وصفها سيد مقصود بالمماطلة التركية هل انتهى عهد اتفاق شهر مارس الماضي الذي أبرم بشأن إدلب برأيك سعدت موقاتا جميعا أستاذ فضيلة أنا أختلف مع ضيفك ياراه قد شطح بعيدا أنا في رأيي أن روسيا مضغوطة دوليا في أكثر من ملف أقليمي لذلك أرادت أن تصر السائل السياسية بلباس عسكري إلى تركيا بأن النزاع في أقليم كرباغ لا يمكن أن تبقى تركيا داعمة لأذربيجان بعد أن أطلقت تركيا أكثر من مرة أن ندعم تركيا لأذربيجان غير محدود وسوف يبقى مستمر إلى أن تستعيد أراضيها وكذلك هناك نقطة مهمة أن تصريحات الرئيس التركي عندما قال واتهم مجموعة ميسك بأنها تزود أرمينيا بالأسلحة وثلاثين عاما دون فائدة ودون جدوى هل هناك توافق أمريكي روسي على هذا القصف الروسي في إدلب ليس ببعيد هذا الاحتمال أنا شخصيا كنت متوقعا عملا عسكريا روسيا لأن روسيا بالفعل هي مضغوطة وأذربيجان تتقدم يوما في يوم وتحرر المزيد من القرى والمناطق المحتلة من قبل أرمينيا فبرأيي أن الملف سيد مهند أنت اللي ربما يمكن شطحت بعيدا بربط الملف بناغورني كارباخ سيد مهند حافظ أغلو أليست تركيا أيضا مضغوطة في النهاية بفعل هذه الغارة التي قد تتكرر أيضا سيدتي لم أشطح لسبب واحد هو أن جنوب القوقاز هو بالأخير حديقة خلفية لموسكو ولا تقبل موسكو أن يكون هناك اتفاق دولي في منطقة تعتبر أنها تابعة لها من الاحتمالات الثانية لحظة سريعة من الاحتمال الوارد أيضا أن دعوة وزير الخارجية الأذري واليوناني إلى واشنطن هذا أيضا أزعج موسكو هذه قضية أخرى هناك من يربط الأمر بما يحدث في إدلب لكن لا يمكن أيضا تناسي حقيقة هذا الخلاف المستمر بين أنقرة وموسكو حول الوضع في إدلب دعني أعود إلى السيد علي سيد علي مقصود إلى أي مدى تختلف مع هذا الرأي الذي ساقه الآن سيد مهند أغلو أولا عندما يقول بأن روسيا أقدمت على هذه العملية لأنها مأزومة في الحقيقة الطرف المأزوم هو تركيا ليس على مستوى الخارج والمحيط على خمس جبهات تركيا هزمت وعندما يوقع اتفاق سياسي ووقف العمليات القتالية في إدلب والطرف الوحيد الذي أدينه هو تركيا وأيضا عندما يجتمع وزراء خارجية سبع الدول مصر وأمريكا وبريطانيا والسعودية والأردن وألمانيا ويكون هذا البيان أيضا منددا بالسياسة التركية داخل سوريا وبأن الخيار الوحيد هو أن تخرج كل القوى الأجنبية للحفاظ على وحدة سوريا وانطلاق العملية السياسية وفقا للقرار ألفين ومئتين وأربعة وخمسين أنا أقول بأن هذه العملية العملية هي رسالة بالنار لتؤكد لأردوغان بأن زمن المماطلة والتسويف انتهى ولكن اسمح لي سيد علي مقصود أردوغان وتشي هذه نعم أردوغان قال منذ وقت قريب قال بأن جيش بلده سيواصل البقاء في سوريا حتى نيل شعبها الحرية والسلام والأمن يعني عن أي رسالة تتحدث سيد علي مقصود في النهاية أنا أتحدث عن رسالة وقع عليها الرئيس التركي إن كان في اجتماعات الأستنى أو سوتشي أو حتى في موسكو ولكن هذه الشعارات الرنانة والخطاب الذي تحول أردوغان إلى ظاهرة صوتية سرق من العرب العرب يوصفون بأنهم ظاهرة صوتية في الحقيقة حاليا أردوغان هو من سرق هذه الظاهرة ونسمع دائما كلاما ولكن مجرد زوبعة في فنجان أردوغان يتآكل موقعه وحالته السياسية إن كان على مستوى الداخل وكل محاولاته لتصدير أزمته الداخلية إلى الخارج ارتدت أيضا بتفاقم هذه الأزمة الداخلية فهو على الجبهة السورية وفي الميدان السوري مهزوم وهو الذي ذهب إلى موسكو ليوقع على هذا الاتفاق وصافح وزير خارجيته بدلا من أن يوكو لأنه كان فاقدا لصوابه بسبب الهزيمة التي تلقاها في معركة سراحة الأمر الثاني اسمح لي فقط بما أنك ذكرت العديد من النقاط قبل هذا النقطة دعني أعطي حقرات لسيد مهند حافظ أغلو أردوغان مهزوم في سوريا يا سيد مهند حافظ أغلو قبل قليل قلت بأن روسيا هي التي تعيش تحت الضغط الآن فيما يحدث في ناجورني كارباخ لماذا لا يواجه أردوغان هذه الحقيقة؟ هذا المعقل الأخير للمعارضة المسلحة في إدلب وهو الآن مهدد بالزوال مع هذه المواجهة الروسية هذا ما يجب أن نسأل عنه روسيا يعني بعد أن نتفق الطرفان على تثبيت وقف طلاق النار وأستمراريته وديموميته الآن روسيا تقصف والفصال المسلحة ردت أو سوف ترد وإذا ما تفلتت الأمور من تحت السيطرة الآن سوف نعود إلى ما كنا عليه قبل اتفاق هذا ولكن يا سيد أغلو تركيا هل التزمت بهذا الاتفاق حرفيا؟ يعني ألم تستمر في إدخال قوافل عسكرية وعربات مدرعة إلى هذه المدينة مدينة إدلب إلى وقت قريب هذه الإدخالات العسكرية مستمرة لأن هناك خروقات مستمرة من جانب النظام ومن جانب روسيا وإن كانت تركيا لا تريد أن تضخم الأمر إعلاميا ولكن بشكل شبه يومي هناك خروقات لوقف طلاق النار ولكن الآن أن يأتي القصف بهذه الطريقة وهذا العدد الكبير من لعلى نقطة هي فقط كلية عسكرية للتدريبات وليست منطقة عسكرية بالمعنى الحرب القتالي الآن الموقف في سوريا سوف يتصاعد وسوف نشهد توترا وسوف نرى في الساعات القادمة حكما تصريحا رسميا تركيا فيما يتعلق بهذا القصف لكن من الغريب أنه لم نسمعه لغاية اللحظة اسمح لي يا سيد مهند لماذا لم يصدر تصريح إذا كان الوضع بهذه الخطورة؟ لماذا لم نسمع أي تصريح من الخارجية التركية أو وزارة الدفاع على ما يحدث على الحدود؟ سيدتي ليس المهم بسرعة ظهار البيان المهم هو في توقيته وفيما يتضمنه من نقاط وبعد تنسيق مع روسيا هناك اتصالات متبادلة ما بين الطرفين سوف نعلم بعد ساعات قليلة ما هو الرد الرسمي التركي وكيف سوف يتصرف الجانب الروسي تجاه تركيا قبل قليل وزير الخارجية الروسي أكد أن هناك نعم خلافات ما بين الجانبين ولكن أيضا هناك كثير من نقاط الاتفاق التي يجب أن نعمل عليها وأن نزيدها هذه أيضا رسالة إيجابية من موسكو إلى أنقرة ولكن الآن الكل ينتظر كيف سوف يكون الرد الرسمي التركي على هذا القصف الذي جرى اليوم في إدلب ما رأيك سيد مقصود؟ أولا عندما يتحدث عن أن هناك خروقات وكأن هذه المجاميع الإرهابية طالما أنها مرتبطة بتركيا دولة الاحتلال والتي تسعى وتعمل لتحقيق مشروعها العثمان البالي ويعني فحقيقة الأمر أن هذا الإرهاب ومن ماطل وسوف وكذب ونافق بعدم تنفيذ مضامين كل هذه الاتفاقات منذ عامين وأربعة أشهر هو الطرف التركي هل التركي مفوض من الأمم المتحدة أو من الشعب العربي السوري لأن يتحدث عن دعمه لنيل الشعب العربي السوري لحريته؟ أين الحرية التي يعني يواجه بها كل المعارضون لنظام أردوغان ولسياسته زج بالعشرات والمئات من الجنرالات والأطباء والقضاة وغير ذلك وهو يتبجح بأنه داعم لهذا الإرهاب وبأنه يريد أن يشرعن هذا الإرهاب وعندما تدافع الدولة السورية عبر الجيش العربي السوري جيشها الوطني عن أرضها وتهزم هذا الإرهاب فيتهم هذا الجيش بأنه هو من يخرق الاتفاقيات هذه في الحقيقة يعني كلام لم نسمعه إلا من قبل هكذا أشخاص خارجون على القانون الدولي ويعيشون تحت سطوة أطماعهم وأحلامهم التي ستجرهم إلى مستنقع لن يخرج منه أردوغان وحتى تركيا إلا مهشمة أريد أن أشير إلى نقطة حالياً الاستقطاب الحاد الذي عكسه تحويل تركيا إلى ميادين وساحات لتدريب وأعداد هذه المجانيع الإرهابية تحول الاستقطاب الإديولوجي والإسني إلى مستوى غير مسبوط في تركيا وبالتالي عندما يتفاقم الوضع الاقتصادي سيكون هناك حريق وانفجار داخل تركيا إسمح لي سيد علي مقصود إذن الرئيس التركي سيد مهند حافظ أغلو يحاول كل جهده إبقاء الوضع في محافظة إدلب على ما هو عليه يبدو بأن القصف الروسي يهدد هذا الوضع الذي يريده أردوغان هل من خيارات لدى تركيا برأيك لإبقاء الوضع في إدلب على ما هو عليه على الرغم من هذه الرغبة الروسية تنظيف هذه المناطق من الإرهاب يا سيدتي أولا اتفق الطرفان وحتى المجتمع الدولي على أن هذه الفصائل المعارضة هي فصائل معتدلة أولا ثانيا لم يكن بالإمكان أفضل مما كان هذا الوضع الذي نشهده في الشمال السوري وفي منطقة إدلب تحديدا هذا أفضل ما توصل إليه الطرفان بعد تقاعس المجتمع الدولي لحل الأزمة السورية وإيجاد بالفعل صيغة حقيقية سياسية لا يمكن أن يكون هناك إضافات جديدة تركية على المواقع الداخلي التركي وهناك عدة دول وعلى رأسها روسيا تحكم الموقف هناك يعني تركيا لم تفشل في سوريا على العكس ما نجحت فيه تركيا في الملف السوري هي جعلت هناك منطقة أو عدة مناطق آمنة وكانت اتفاقات دولية ما بين أنقرة ومين موسكو أفضل ما يوجد وجد ولكن التقاعس العام الدولي هو الذي يجعل هذا الاتفاق أيضا عرضة للانهيار لعدم الالتزام بقرارات الأمم المتحدة لماذا لا تسأل روسيا عن هذه الاتفاقات وتطبيقها يعني أسئلة كثيرة يجب أن تترى أما كنت يتعلق بكلام ذلك سريعا على أن تركيا منهارة اقتصاديا يا سيدي عندما تتحول سوريا إلى مثل تركيا من حيث الداخل الواقع الاقتصادي أنا ذاك نقول أن تركيا تعيش في أزمة يعني صراحة أنت ذكرت عدة نقاط يعني ما في وقت حتى يبكني يرد عليك السيد علي مقصود يقول لك بأن تركيا لم تفشل في سوريا بسرعة وعلى عجلة لو سمحت لي نعم نعم أولا عندما يذكر بأن المجتمع الدولي كان يقول بأن هناك مجموعات مسلحة معتدلة أنا لذلك قلت بأن هذه العملية في الحقيقة تشي بأن هناك انقلابا دوليا من المجتمع الدولي على تركيا من قبل فرنسا وبعض الدول التي تعيش حالة مشادة كلامية وتصعيد تجاه تركيا بعد أن تحول هذا الإرهاب الذي كانوا يسموه معتدلا إلى تهديد لأمن العالم واستقرار العالم أنا أعذرني سيد علي مقصود الخبير العسكري والاستراتيجي من ديغفمشق عفوا على مقاطعتك نظرا طبعا لضيق الوقت أشكر أيضا من إسطنبول الكاتب والباحث السياسي مهند حافظ أغلو تشيخ ببعض